موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم معكم احمد علي وحلقة جديدة وعلى مصر والتقنية اتمنى تكونوا بخير وبصحة بافضل حال حلقة النهاردة تنبيه حبت ان انا اضيفها خاصة للناس اللي هي بتتعامل على اي كي اوبشن اه لاني شفت بعض الفيديوهات الاجنبية بتنصح او بت يعني المتدولين ان هم يستخدموا البوتات الموجودة على جوجل كروم جوجل كروم طبعا بيبقى بوت موجود في على سوق كروم الكتروني وده خاص بمتصفح جوجل المفروض انك انت بتملو انتجريتر يعني بتقوم خاطط التطبيق ده بتختار الروبوت اللي انت عايز سيخطوه احنا بحسنا اي كي اوبشن روبوت هنلاقي فيه ثلاث بوتات مخطوطين مختلفين اه ده هون جي فيم 1904 ادي واحد التاني بوت بوت التالت شركة اي كي اوتوبوت هي اللي عاملة التالت طبعا الانتاجية او الناس اللي هي مد تقييمات سبعة 51 خمسة و المشكلة ان فيه ناس بتانصح بان الناس تستعمل البوتات دي فيه التداوية للاسف البوتات دي كلها مستوىها سيئ جدا ده عن تجربة مش بقول كده كلام او ان شفت رفيوهات ناس تانية لا ده عن تجربة بالي فترة بتاعها والاسبوه بجرب فيهم فمستوى اقل من المتوسط فمش ربحيين مش كويسين عشان خاطر انك تستخدمهم في التداوية فلو حد نصحك انك تستخدم الحاجات دي ياريت محدش يستعملها لو انت حابب انك انت تجرب على الديمو وتشوف الحاجات دي تجربها لكن انا بقولك انت اجربتي وخبرتي معها انها مش شغالة حبيت بس ان اقول لكم وبرضو اي روبوت اي حاجة تشوفها ويقولك حاجة دي شغالة مفيش مشاكل التجربة هي البرهان او الدليل انك تاخد الحاجة وتجربها هيبان لك ان كانت فعلا كويس او لا طبعا انت لو جربتها زي ما قلنا مش هتجرب على فلوس حقيقي لازم تجربها على الديمو انا بالنسبة لي التلات روبوتات مش شغالين سواء هم يعني بقى لسبوع بجرب فيهم بابدل معهم هما التلاتة فمش كويسين للتداول بس لان بعض الناس بتشرح البوتات دي وتقول انها كويسة ممكن تستعملوها في التداول اتمنى انكم تكون استفدتوا بالمعلومة دي واشوفكم ان شاء الله خلال جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا